طلاب الصف السادس الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم درسا جديدا من دروس العلوم بالعنوان الجهاز الدوري الجزء الثاني ودعنا سويا نتعرف على أهداف الدرس ففي نهاية هذا الدرس يتوقع منك عزيز الطالب أن تكون قادرا على أن تصف الجهاز الدوري وأن تذكر أجزاء الجهاز الدوري وأن توضح وظيفة القلب في الجهاز الدوري كان الهدف الأول عزيز الطالب أن نصف الجهاز الدوري وأطلب منك الآن قبل أن نصف الجهاز الدوري أن تفتح الكتاب المدرسي على صفحة 41 السؤال رقم واحد سنجيب على هذا السؤال سويا سأنتظرك كي تفتح الكتاب والآن سأقرأ السؤال ما هو الجهاز الدوري؟ يسمى أيضا جهاز النقلي في جسم الإنسان لا بد أنك تعرفت أو سمعت بهذا الجهاز من قبل في صفوف سابقة أو من خلال ما درسناه في الدرس السابق عن عضلة القلب والجهاز الدوري عزيز الطالب هو جهاز النقلي في جسم الإنسان حيث يقوم بنقل الغذاء المهضوم ونقل الأكسجين بواسطة الدم كما يعمل على تخليص الجسم من الفضلات وغاز ثاني أكسيد الكربون ولأن تستطيع عزيز الطالب أن تكتب وصف الجهاز الدوري في السؤال رقم واحد في الكتاب صفحة 41 كان الهدف الثاني لدرسنا لهذا اليوم عزيز الطالب أن نتعرف على أجزاء الجهاز الدوري وأجزاء الجهاز الدوري ثلاثة أولها القلب والقلب عزيز الطالب كما تعلم بحجم قبضة اليد عند الإنسان وشكله من الخارج يشبه المخروط المقلوب وهو مكون من الداخل من أربع حجرات وصمامات والجزء الثاني من أجزاء جهاز الدوري الأوعية الدموية وهي أنابيب يسير فيها الدم وينتقل إلى جميع أنحاء الجسم والجزء الثالث هو الدم نفسه حيث ينتقل الدم في الأوعية الدموية وينقل معه الأكسجين والطعام المهضوم كما ينقل معه الفضلات وغاز ثاني أكسيد الكربون ليتم التخلص منهما لاحقا وربما تتساءل عزيز الطالب عن وظيفة القلب فكما تشاهد في هذه الصورة المجاورة فإن القلب يعمل كمضخة يقوم بضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم عبر الأوعية الدموية وذلك بصورة مستمرة ومنتظمة يتكون القلب عزيز الطالب كما تشاهد في هذه الصورة من أربعة حجرات هي الأذين الأيسر والأذين الأيمن والبطين الأيمن والبطين الأيسر ويفصل بين الأذين والبطين صمام ينظم مرور الدم بينهما وهذا يعني عزيز الطالب أن وظيفة الصمام كما تشاهد في هذه الصورة هي تنظيم مرور الدم باتجاه واحد بين الأذين والبطين كما تعلم عزيز الطالب أن القلب يعمل باستمرار وذلك لضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم لضمان وصول الماء والأكسجين والغذاء المهضوم إلى جميع أجزاء الجسم حيث ينقبض القلب بمعدل سبعين نبضة في الدقيقة الواحدة تقريباً عند الشخص البالغ وذلك في وضع الراحة وتزداد أو تقل هذه النبضات إذا تغيرت حالة الجسم أثناء النوم مثلاً أو القيام بالتمارين الرياضية سنتعرف الآن على الحالات التي يتغير فيها معدل نبضات القلب حيث يزداد معدل نبض القلب إذا زاد نشاط الجسم وذلك مثل القيام بمجهود رياضي أو المشي أو السباحة مثلاً ويقل معدل نبض القلب إذا كان الشخص نائماً وهكذا يا عزيز الطالب يتغير معدل نبض القلب بين حالتي النوم واليقظة أو القيام بمجهود رياضي أو بدني والآن أطلب منك عزيز الطالب أن تفتح الكتاب المدرسي على صفحتي 49 السؤال رقم 4 سنجيب عليه سوياً سأنتظرك حتى تفتح الكتاب والآن سأقرأ السؤال وضح أثر التمارين الرياضية على معدل نبضات القلب أنا متأكد عزيز الطالب أنك تستطيع معرفة الإجابة الصحيحة إذا كنت تعرفها فاكتبها الآن سأنتظرك قليلاً أحسنت يزداد معدل النبض عن سبعين نبضة بسبب المجهود الرياضي إذا كانت إجابتك صحيحة فارسم لنفسك وجهاً مبتسماً وإذا كانت بحاجة إلى تعديل فاكتب الإجابة الصحيحة سنتعرف الآن على أثر سلامة عضلة القلب على صحة الجسم وقبل ذلك أطلب منك عزيز الطالب أن تفتح الكتاب على صفحة 41 التفكير الناقد سأنتظرك كي تفتح الكتاب سأقوم الآن بقراءة السؤال ما أثر سلامة عضلة القلب على صحة الجسم؟ بمعنى آخر عزيز الطالب ماذا لو حدثت مشكلة صحية لعضلة القلب؟ ما تأثير ذلك على صحة الجسم بشكل عام؟ إذا كنت تعرف الإجابة الصحيحة فاكتبها سأنتظرك قليلا أحسنت عزيز الطالب تعلم أن عضلة القلب تزود الجسم بالدم المحمل بالأكسجين والماء والغذاء المهضوم أيضا وأي مشكلة صحية فيه تؤثر على كامل الجسم بحيث تقلل من كمية الماء والأكسجين والغذاء المهضوم الواصلة إلى جميع أجزاء الجسم ونأتي الآن إلى فقرة ماذا تعلمنا في درسنا لهذا اليوم تذكر أن أهدافنا في بداية الدرس كانت أن نصف الجهاز الدوري وأن نحدد أجزاء الجهاز الدوري وأن نحدد وظيفة القلب في الجهاز الدوري ونبدأ أولا بأن نصف الجهاز الدوري ونحدد أجزاء أولا مفهوم الجهاز الدوري هو جهاز نقل في جسم الإنسان يقوم بنقل الغذاء المهضوم ويعمل على تخليص الجسم من الفضلات وأجزاء الجهاز الدوري ثلاثة أولا القلب ثانيا الأوعية الدموية ثالثا الدم وفي هذا المخطط المفاهيمي سنرخص ما تعلمناه عن القلب في درسنا لهذا اليوم وظيفة القلب ضخ الدم خلال أجزاء الجهاز الدوري إلى جميع أجزاء الجسم بصورة منتظمة ومستمرة وأجزاء القلب أربع حجرات هما الأذينين والبطينين ويفصل بين الأذين والبطين صمامات تنظم مرور الدم بينهما ويبلغ معدل نبض القلب عند الشخص البالغ تقريبا سبعين نبضة وصلنا الآن إلى فقرة التقويم سأطلب منك عزيزي الطالب أن تفتح الكتاب المدرسي على صفحة تسعة وأربعين السؤال رقم واحد سأنتظرك كي تفتح الكتاب والآن سأقرأ السؤال ما الجهاز الدوري وما وظيفته إذا كنت تعرف الإجابة الصحيحة عزيزي الطالب فاكتبها سأنتظرك قليلا كي تكمل الإجابة أحسنت الجهاز الدوري هو جهاز النقلي في جسم الإنسان حيث ينكل الغذاء المهضوم وغاز الأكسجين داخل الجسم بواسطة الدم ويعمل أيضا على تخليص الجسم من الفضلات وغاز ثاني أكسيد الكربون إذا كانت إجابتك صحيحة فارسم لنفسك وجها مبتسما لأنك تستحق ذلك وإن كانت بحاجة إلى تعديل فاكتب الإجابة الصحيحة وننتقل الآن إلى السؤال الثالث في نفس الصفحة صفحة تسعة وأربعين سأقرأ الآن السؤال ما الوظيفة الرئيسة للقلب وهذا سؤال سهل إن كنت تعرف الإجابة الصحيحة فاكتبها سأنتظرك قليلا ابدأ الآن أحسنت عزيز الطالب القلب وظيفته ضخ الدم خلال أجزاء الجهاز الدوري إلى جميع أجزاء الجسم بصورة منتظمة ومستمرة شكرا لك عزيز الطالب على متابعتك لنا في درسنا لهذا اليوم وإلى لقاء قادم بإذن الله في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته